رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لديه الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لديه الله أعوانا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل اللهم علمنا ما جهلنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من عبادك العالمين العاملين المخلصين واغفر اللهم لنا ولوالدنا ولمشايخنا ولعلمائنا ولمن له حق علينا من المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي الطيبين الطاهرين وبعد باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا الناد بن السري قال حدثنا وكيع بن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدا للنبي صلى الله عليه وسلم ومحفين أسودي ساذجين فلبسهما ثم توضعه ومسحا عليهم ابن بريدة erzählte dass sein Vater sagte dass النجاشي dem Propheten صلى الله عليه وسلم zwei schwarze geschnitzte Chuffein schenkte dann zog er es an صلى الله عليه وسلم danach فرجhte die gebet sbashung und اشتغيش daghiba der nächste حديث ist حديث صحيح حدثنا قطيبة بن سعيد قال أخبرنا يحي بن زكري بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدا دحية رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم خوفين فلا بيسهما حديث صحيح المغيرة بن شعبة قال دحية schenkte dem Propheten صلى الله عليه وسلم zwei خوفين worauf er es anzog صلى الله عليه وسلم und خوف das ist dieses Leder Schuh wie ein Socke aussieht der nächste حديث ist حديث ضعيف es gibt hier noch eine Adierung zum حديث bevor وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وجبة فلبس فلا بيس هما حتى تخرق لا يدل النبي أذكي هما أم لا تخرقى هذا الرحيش أخيذكي عن هذه المختلفة يوجد تمتحدث تفضع إلى شامري ويوجد تفضع بعد أن Determin هي صحيف وهو الت Set تقول وقال إسرائيل عقابر عن عامر وجببت entirely فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي أذكيا هملا هذا اشترك ماذا يقصد إسراء الكثير من أجابر عن أمير وضع دخل من أجابر ، إضافة ، أجابر وضعه ، وما أجابر ، وقاله سيارة وضعه وإن البراطة المتعانات كانت أمر يجب وراء ، وانه كان أجابر من أجابر وضعه باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو الصحيح هذا حديث صحيح حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا همامه عن قتاذة قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالا من قتاذة أخبرت أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كان الحدث صلى الله عليه وسلم حدث صلى الله عليه وسلم أخبرت أنس بن مالك قلت بأنها كان لديو لديوانفقين. هذه الأسفل هي مرة أخرى على سبيلات مع معلوماتين مع الشيخ الفضاء في الأسفل التالي يسورونونون أنضع الأسفل إلى بذلك يمكنك أن يكون لديوانفقين حديث صحيح حديث صحيح حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا وكيف عن سفيان عن خالد الحذاء عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثنا شراكهما عبد الله بن الحارث فن ابن عباس فن ابتو قال وأدي سيحننشتكن كون حديث صحيح حدثنا أحمد بن ماني قال أخبرنا أحمد الزبيري قال أخبرنا عيسى بن طهمان قال آخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه نعليني جردى وين لهما قبالا من أنس بن مالك رضي الله عنه عيسى بن طهمان قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه لديه لديه نعلين لديه شوه جلت حالوس يعني من مالك لكن حالوس die zwei Läufer aus Leder hatten er hat es rausgeholt und hat es ihnen gezeigt und sagte يعني أنس sabit erzählte dass أنس sagte dass diese Schuhe dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gehörten der nächste ist auch حديث صحيح حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معا قال أخبرنا مالك قال أخبرنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج أنه قال لابن عمر رأيتك تلبس النعال السبتية قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبس ها حديث صحيح عن ابن جريج من أبي المقبري قال أبن عمر يلبس أنهم أنتم الصحيح أنظم الصحيح بالنعال صحيح أيضا أحب مندر أحب فيها كان الصحيح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أني هذا من أبي أنتم الصحيح الصحيح التي وبدأت من ذلك ترى كذلك وقفل لغاية لغاية السعادت لو وقفل عليها تحب أن يجب أن تحب عليها لقد أحبت أن ترى لأن الروفيت صلى الله عليه وسلم تتعلم الثالث هو صحيح لغيره حدثنا إسحاق بن منصول قال أخبارنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان هذا حديث من أبو هريرة رضي الله عنه صحيح لغيره قال لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه هي دواء قبالان يعني دواء لوفا أوس ليدا وهذه دواء هريرة رضي الله هنا يمكنك ترى لغيره الثالث هو صحيح لغيره حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا أبو أحمد قال أخبارنا صفيان عن السودي قال حدثنا من سمع عمر بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلي مخصوفتين صحيح لغيره أحمد بن حريث قال قال أخبارنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشينا أحدكم في نعلي واحد لينعالهما جميعا أو لياحفهما جميعا حدثنا صحيح هذا حدث هو من أبو حرار رضي الله عنه الذي قال الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه أي شيء يعني أعبارات ان يقوموا على تمامين ين تماما نقوموا على البنس صحيح ذاتنا اسحاق بن مسا قال أخبارنا معن قال أخبارنا عن أبي زبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون اجمع القرآن في شماله أو يمشي في نعلي واحدة من أبي الزباير عن جابر يدعون البيت ببطء أن يدعون بجيزة القرآن حديث صحيح حديث صحيح حديث صحيح حديث صحيح حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيممون مستطاع في ترجله وتنعوله وتهوره حديث صحيح حديث صحيح هذا حديث ist von أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها sie sagte der Gesandte الله صلى الله عليه وسلم liebte es mit der Rechten anzufangen beim Kämmen beim Schuhe anziehen und bei der Gebetswaschung der nächste حديث ist حديث ضعيف das ist die letzte حديث in diesem kapitel حدثنا محمد بن مرزوق أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس أبو معاوية قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان لنعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه حديث ضعيف رضي الله صلى الله عليه وسلم im nächsten kapitel يتس um den ring this prophet صلى الله عليه وسلم وبرك الله فيكم وجزاكم الله خير سبحانك الله وبحمدك نشهد ولا إله نستغفرك ونتوب إليك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر